أطلق المدير العام لأمن والشرطة ساحل حضرموت العميد المطيع المنهالي برنمج الدعم النفسي الاجتماعي للسجينات في الإصلاحية المركزية بمدينة المكلة وشدد في اجتماعه بالعقيدة مساعدة المديرة لشؤون الخدمات مرعب خلعة ومدير الإصلاحية المركزية العقيد علي بازبيدي ورئيسة اتحاد نيسا ساحل حضرموت سلمة الكثيري على تقديم الدعم النفسي والنقدي للسجينات من أجل تحقيق السلامة المجتمعية وعبر عن أهمية التأهيل النفسي لمساعدة السجينات التي احتجزنا بقضايا جنائية للاندماج المجتمعي بنهاية مدة محكوميتهن مثمنا البرنامج المتوقع استمراره لستة أشهر متتالية بمعدل أربع جلسات توعوية شهريا اشتركوا في القناة